أي سلطان عمان عن عمر ناهز 79 عاما لم ولن يكون حدثا محليا أو إقليميا وحسب فالفقيد الكبير الذي يعده العمانيون الأب الروحي لسلطنتهم الحديثة كان رحمه الله رجل دولة وباني حضارة ورسول سلام ذا عصيت إدارته الهادئة وسياسته الحكيمة في الوطن العربي والعالم ككل وبرحيله تطوى صفحة آخر الآباء المؤسسين لمجلس التعاون لدول الخليج العربية هو السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور آل سعيد ولد بصلالة جنوبية البلاد في الثامن عشر من نوفمبر عام أربعين وتسعمائة وألف وهو السلطان التاسع والإمام الثاني عشر بين أئمة أسرته من ورثة العرش السلطاني ينتهي نسبه إلى المهلب بن أبي صفرة الأسدي كان وحيد والده السلطان الأسبق سعيد بن تيمور بن فيصل آل سعيد الذي أرسله إلى المملكة المتحدة عام ثمانية وخمسين وتسعمائة وألف لإكمال تعليمه في إحدى المدارس الخاصة قبل التحاقه عام ستين وتسعمائة وألف بأكاديمية ساند هيرست العسكرية الملكية متخرجا برتبة ملازم ثان بعد سنتين وصاقلا ذلك بالسفر والدورات التدريبية ثم مردفا تعليمه الغربي بدراسة للشريعة والتاريخ بغية الإلمام بمسؤولياته تجاه شعبه ومحيطه وسائر المجتمع الدولي تسلم السلطان قابوس مقاليد الحكم في الثالث والعشرين من يوليو عام سبعين وتسعمائة وألف تاريخ يوم النهضة المبارك في سلطنة عمان وحق للعمانيين تسميته بهذا الاسم فبعد تقلده السلطة في البلاد شرع سريعا في محاولة تقديم الحلول الإصلاحية وتنفيذ المشاريع التنموية بما يحقق الأمان ويرفع من المستوى المعيشي للإنسان العماني ثم أمر رحمه الله بإنشاء مجلس الشورى الذي يمثل أعضاؤه جميع